قد يخفل عن بعض الأشخاص وجود أنواع معينة من الأطعمة التي لا يمكن دمجها مع بعضها البعض وبالتالي لا يجب تناولها مع بعضها نظراً لما قد يؤدي إلى أضرار صحية مختلفة لائحة هذه الأطعمة تطول سنستعرض بعضاً منها اليوم ونذكر الأضرار المحتملة طبعاً لها مع الاختصاصية بالتغذية نسيبة البنوي ونسيبة أهلا وسهلاً فيك معنا اليوم صباح خير صباح النور نسيبة هذا الموضوع مهم جداً بالحقيقة وبدنا نعرف بالبداية قبل ما أنا وأنتي نفند هيك الأطعمة والمشروبات اللي يمكن ما فينا أن نتناولها مع بعضها البعض بدي أعرف شو اللي بيمنع أنه نحن نتناول المأكلات مع بعضها البعض هل هي المواد الغذائية نفسها أو التفاعلات أو ماذا؟ صراحة هيبة زي ما فيه أشياء غذائية إحنا بننصح أن نناكلها مع بعض فيه أشياء تاني كتير الناس ما بتنتبه أنه ما لازم نناكلها مع بعض الشغل الأولاني صح ممكن يكون فيه تفاعل كيميائي فمثلاً أنواع البروتينات فيه أنواع معينة من البروتينات تتفاعل مع الحمضيات بتسبب تخثر بتسبب تخمر بتسبب مشاكل السبب الثاني ممكن تكون نفس المواد الغذائية اللي إحنا عمناكلها بتتعارض مع بعضها البعض يعني مثلاً أنت إذا رحت إلى الدكتور وأعطاكي مثلاً تابلت كاليسيوم تابلت حديد رح يحكي لك بعد ما بين الكاليسيوم والحديد لأنه إحنا ما بصير ناخدهم مع بعض ليش؟ لأنهم بيتعارضوا مع بعض الكاليسيوم بيمنع امتصاص الحديد نعم فعشان هيك إحنا لازم ننتبه كتير منيح للأشياء اللي إحنا بنناكلها مع بعض عشان ما تأثر على بعض لأنها ممكن تفاقم المشاكل إذا لدينا مشاكل مثلاً في الجهاز الهضمي أو ممكن يكون لها أضرار أو ممكن مثلاً ما تخلينا ناخد فائدة صحية كاملة من الأشياء اللي إحنا عمناكلها مهم جداً ما تتحدثي به إنه زيباً تعرفي وأنا عم بعمل بحث عن الموضوع اتفاجأت بشغلتين صراحة ما كنت أتوقع أبداً أنه هناك مشكلة لما تجمعيهم مع بعض هم البصل والثوم صحيح لأننا سرح تتفاجأ من موضوع البصل والثوم طبخنا بصل والثوم وكثير من الأشياء بيفوت فيها البصل والثوم مع بعض العكس هو البصل مفيد على حد يعني لحاله والثوم مفيد لحاله بس هما لما نخلطهم مع بعض هو هي بإحنا لما نحكي عشان يعني من أول لأنه هلأ في ناس كثير رح تحكي لك أنا باكلهم ما بتأثر هي هاي فروقات فردية يعني مش كل الناس حتتأثر لما تاكل بصل والثوم مع بعض بس الناس اللي جهازها الهضمي أصلاً حساس وبيعانوا من مشاكل بالجهاز الهضمي أو عنده حساسي من البصل أو عنده حساسي من الثوم ممكن يتأثر وممكن يصير في عندهم تشنجات وممكن يصير في عندهم مثلاً غازات بزيادة فلازم ينتبهوا فأنا دايماً بحكي إنه هاي مقياس لكل فرد أنا بشوف إذا أنا عم بتدايع من هذا النوع من الأكل إني أنا ما أأكله بس البصل والثوم طبعاً ما حدا بيقدر ينكر فضلهم علينا وفايدتهم إلينا إنه سبب تعرف فيه بس أنا كنت حابة هيك نوضح لإلي ولمشاهدين اليوم لما نحكي إنه بسبب لنا حساسيات أو ما فينا إنه نجمعهم مع بعض شو يعني؟ يعني عم نحكي بإنه ممكن إنه وصلنا ذلك لتعب أو لشي شبيه بالتسموم الغذائي أو لشو؟ أو لحساسيات ربما يخليني مش مرتاحة بما عدت مش أقدر إنه يعني أكون مرتاحة حتى بخروج الأكل يعني من جسمي مزوض هلا الحساسيات أنواع بس مثلاً أنت كيف الرد الفعل المناعي للجسم وبتغير يعني مثلاً أنت ممكن مثلاً حدا ما بحسس من الحليب مثلاً فجأة يصار عنده حساسية فهنا خلص يعني أنا لازم أعرف أنه أنا لازم أوقف مثلاً شرب هاي مثلاً الحليب أو مثلاً البيض أنا بعرف كتير ناس كانوا يأكلوا بيض طول حياتهم فجأة صار عندهم حساسية فبتتطرق لأنه مثلاً صار في انتفاخات يصير صح مثلاً إسهال أو إمساك حسب الشخص كيف ممكن جسمه يصير في عنده رد الفعل لهذه الأطعمة طيب رح أسكر لك بعض الأطعمة وأنت يتعلق عليها شرب الشاي مع القهوة أو الشاي مع الحليب كرك الكرك يعني مختصار شوفي الكرك اللي بده يشربه خليني أركز على الكرك لأنه الشاي والقهوة والحليب مش كتير شائعين يعني أو خليني أحكي أنت بدي حكي عن نس كفية مثلاً بس مثلاً الكرك هو كتير شائع خاصة في دول الخليج يعني إحنا ما نستغني عنه صراحة المشكلة في الكافيين الموجود بهذه المشروبات يعني زي الشاي والقهوة بيأثر على الحليب والمشكلة البروتينات يلي بالحليب اللي هي الكازين بيأثر على المضادات الموجودة اللي هي طبعاً إحنا بستفيد منها مضادات الأكسيدة الموجودة بالشاي مثلاً فالتنين بيأثروا على بعض بطريقة أنه إحنا لا رح نستفيد بشكل كامل من الحديد مثلاً الموجود بالحليب وما رح نستفيد من مضادات الأكسيدة الموجودة في الشاي مثلاً أو القهوة فعشان هيك لازم إحنا نخفف من شربهم مع بعض للأمانة بس ما بأقول أنه مثلاً هي والله شغلة عظيمة وأنه أنا ما لازم أني أنا أشربها لا إذا أنت بديك تشربها للمتعة ما في مشكلة بس إذا بديك تستفيدي المفروض تشرب الشاي لحال أو الأهوة لحال والحليب لحال حالب طيب الحديد مع الكافيين إحنا ذكرنا لسه هلأ أن الحديد بتأثر بالكافيين يعني حبت الكالسيوم مثلاً مع الحديد إذا كان من الحديد والكالسيوم بتعرضوا مع بعض والكافيين والحديد بتأثروا بعض الحديد نوعين هبة فيه حديد نباتي مصادره نباتية وفيه حديد مصادره حيوانية فعشان هيك مثلاً الحديد اللي موجود بالمصادر الحيوانية ما بيتأثر كتير لما مثلاً إحنا ناكل لحون ونشرب مثلاً معها شاي ما رح يتأثر كتير بالكافيين بس اللي بييجي من مصادر نباتية اللي هي زي مثلاً الورقيات أو مثلاً زي الفواكل المجففة وغيرها إذا إحنا شربنا معاشاً أشياء فيها كفين رح يتأثر ورح للأسف نخسر الحديد الموجود فيه فإحنا لازم ننتبه للمصدر أصلاً اللي جاي منه الحديد طيب تناول الكربوهايدرات مع بعض يعني مثلاً إذا بدي أتناول مع كاروني وفي بطاطا مقلية أو هلأ كل شي بالكربوهايدرات على طريقة الطبخ وشو نوع الكربوهايدرات اللي أنا عم بأخذه أنت حكيتي أول شغلة بطاطا مقلية ما بعرف ليش خطر ببالك اللي هي الأساسية طبعاً أول شغلة سعرات حرارية عالية فأنت عم تأخذ فعلياً سعرات حرارية بتأثر على الوزن وغير هيك الكربوهايدرات بشكل عام المؤشر لقليسيمي تاعها اللي هي الكربوهايدرات زي البطاطا الرز وغيرها بتأثر على يعني عالي يعني بما معنى أنه تأثر السكر بالجسم بيكون كتير عالي فعشان هيك هاي الكربوهايدرات بترفع السكر بشكل كتير كبير وبعضي شوي رح تنزل السكر بشكل كتير كبير فأنت رح تحس بطاقة أولها بعدين رح تحس بخمول طبعاً ما عادة على أنه هي تقيلة على المعدة وبتسبب مشاكل وغيرها طيب اليوم في بعض الخبراء بيقولوا أنه يجب استهلاك اللحوم والأسماك والدجاج والحليب ومنتجات الألبان البد بشكل منفصل عن بعضهم البعض لماذا؟ لأنه إحنا لما منيجي بناخد وجبة لازم تكون الوجبة متكاملة بما معنى أنه فيها كربوهايدرات فيها بروتين فيها نسبة دهون فأنا لما بأخذ كميات أنا مثلاً الرياضيين بيأخذوا كميات عالية من البروتين مع بعضها بس البروتينات بتظل كتير فترة طويلة لتنهضم بالجسم فإذا أنا أخذت كميات كبيرة هي بتتخمر يعني هي بعد فترة راح تبلش تتخمر بالجسم فرح تطلق طبعاً غازات ورح يصير فيه عصر هضم ورح يصير فيه مشاكل فإحنا لازم دائماً نكون متزنين بكل إشي إحنا عم ناخده سواء المشروبات وسواء العطعمة طيب العصائر الموز مع الحليب يعني عن جد نصبه كتير هيك كتير موز مع حليب أو حليب مع برتقال يعني فيه هو فرق شاسع فكرة الحليب مع الحمضيات سواء برتقال أو ليمون أو غيرها بتسبب تخمر للحليب بالمعدة فعشان هيك بتسبب غازات وبسبب مشاكل وحكيت لك هيب من الأول أنه إحنا الناس اللي بتكون حساسة الجهاز الهضمي عندها بيتأثر بسرعة بهاي المشاكل أو هاي التفاعلات الموز مع الحليب الصراحة هو كتير ناس بينصحوا فيه للغذاء للرياضيين لأنه هو عبارة عن وجبة متكاملة بس هي وجبة تقيل شوي يعني إحنا زي بناخد الموز مع الحليب الموز طبعا هضموا أسرع شوي من الحليب الحليب برتين فحيطول شوي فحيسبب تخمر برضو نفس الشي فحيصر في عنا شوي عسر هضم وطبعا هاي فروقات زي ما حكينا فردية في ناس بتتحمل في ناس ما بتتحمل فلازم ننتبه طيب الخبز الأبيض مع المربيات أسوأ وجبة تفطول ممكن أنت تاكليها عجل للأمانة يعني هلأ أنا مثلا بنصح ممكن خبز أسمر ممكن يكون شوي أخف في الموضوع بس الخبز الأبيض هي عبارة عن سكريات أم شويات مهدرجة خلينا نحكي يعني أصلا إحنا يعني إلا ما فيش فيها ألياف فالجسم كتير بنتصها بسرعة وبنفس الوقت كمان المربى كمان نفس الشي سكر سريع جدا في المتصاص السكريات أنت عارش المربى المربى عبارة عن يعني جزء بسيط من الفواكه والباقي سكر فأنت فعليا عم تاكلي وجبة عم تحسي إنك شبعتي صح؟ بعد شوي حتحس حرك جوعتي يعني ما راح تطول معاك وبنفس الوقت كمان أنت عم تاخدوك كالوريز عالية أنا بنصح أنه شوي أنه مثلا نمرئها بالأسبوع مرة ونستخدم الخبز الأسمر حيساعدنا أكتر طيب اللحوم والنشويات يعني سيبة أو مثلا عم نحكي كمان يعني إلى جانب ذلك لحوم وجبن تركي مع تشيز اللي بناخدها الصندويشة طيبة اللحوم والجبن خلينا نقبلش فيها أول لأنه رجعنا على نفس موضوع أنه إحنا عم ناكل لحوم بروتينات عالية مع بعضها ورح تسبب كمان عسر هضم اللحوم مع النشويات إحنا دايما بننصح أن يكون فيه لحوم ونشويات بالوجبة صح؟ نعم بس إحنا لازم ننتبه للكميات اللي إحنا عم ناخدها هلأ اللحوم والنشويات فيها فروقات هضمية يعني إشي بينهضم أسرع من إشي يعني البروتين رح يطول والكربوهادرات أو النشويات رح تنهضم بشكل أسرع ونفس الشي رح ندخل بمشاكل عسر الهضم وغيرها وبرضو بيعتمد على طريقة الطبخ وطريقة اللي إحنا بناكلها كيف والكميات اللي إحنا رح ناكلها نعم خلاص الوقت يا ريتها ولا في أسأل في عندي كمان سؤالين سؤال واحد البطيخ والنشويات هذا أكتر شي شاع تقريباً بصيف بطيخ وخبز نعم البطيخ عبارة عن مرتب لأنه هو سفي وسوائل كتير فيه ومي كتير وبنفس الوقت كمان سكريات بسيطة الخبز لا هي شوي بتطول أكتر فنرجع لنفس الموضوع إنه إحنا في شي عندنا بين هضم غير عن إشي فبالتالي كمان بسبب تخمر بالمعدة وبسبب أسر هضم نعم ما بعرف قدير رح يكونوا راضين عنك يا نسيبة للمشاهدين اليوم ما بعرف قدير رح يكونوا راضين عنك ولكن بدي أشكرك جزيلا شكرا على كل هالمعلومات القيمة اللي دائما بتأدنينا إياها الاختصاصية في التغذية النسيبة البنوية شكرا جزيلا لأيلي